اشتركوا في القناة 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 وبيتقولوا ازاي تخطف طفلين في وسط النهر كده ولكن لوي بيكون مصدوم اصلا لانه مولاده وبعدها لما الطفلين بيشوفوا جيان بيجروا عليها وبيقولولها يا ماما بطريقة غريبة ده كمان بيمسكوا فيها وبيقولوا لوي احنا خلاص لقينا ماما الحقيقية وبعدها بتروح جيان وبتعتذر للوي وبتنشف له لبسه وبتسأل الاطفال انتوا ليه قلتوا علي يا ماما وبتتفاجأ لما بيقولولها علشان احنا فعلا حاسين انك امنا ووقتها جيان بتفتكر لما الممرضة قالت لها انها ولدت بنته ولد ونفس الوقت ماتوا وبتكون هتتجنن وبعد شوية الاطفال بيقوموا بيلعبوا وجيان بتطلب من لوي يتجوزها وبيوافق رغم انهم ما يعرفوش انهم اتقابلوا قبل كده وبتعرف من لوي انه فقير وبيكذب عليها وبيقول لها انه مجرد سواق في شركة وهي بتحكيله انها بيع في مطجر احزية وبيرجع لوي للبيت وبيلاقي ابن ينج بيقوله انت لو ما تجوزتش ماما اللي قابلناها مش هاشرة باللبن تاني وبيلاقي بنته كمان مش سكتة وبتعيط وبيفضلوا الطفلين يعيطوا ويمثلوا علشان باباهم يوافق ويتاني يوم بيروح لوي للشركة وبيلاقي صاحبه بيقوله يا عم ما كانش لازم تذكر اليوم بتاع الفندق ده اهو انت ما حسيتش بنفسك وبقيت قبل طفلين من غير جواز ومن غير كمان ما تعرف حتى امهم مين وبنعرف ان لوي يومها كان سكران ومش حاسس لما قابل جيان من خمس سنين وهي كمان ما تعرفوش ومن ناحية تانية بتروح جيان وبتقعد مع صاحبتها وبتقول لها صدفة غريبة ان ولاد التوقم يموت ويوم ولادتهم من خمس سنين والمفرقة بقى ان الاطفال ولاد لوي هم كمان عمرهم خمس سنين وبتلاقي صاحبتها بتقول لها شي لموضوع الجواز ده من دماغك وبعدها بتروح جيان لمحل بيع مجوهرات مع لوي علشان يشتروا هدايا للاطفال ولكن بتلاقي الاسعار غالية جدا ولما بتحاول تفاصل بتلاقي الطفلين ظهروا بيقولولها احنا اصلا يا ماما عاملين تخفيض والسعر الاساسي اغلى من كده بكتير فوقتها جيان بتتصدم من تصرف الاطفال وكمان من السعر بس لوي بيحاول يخبي السعر الاساسي علشان ما يتكشفش انه غني وبيدخل لوي وبيجب لها اسورة هدية وبيقول لها انها رخيصة ولما بيخرجوا بنشوف جيان بتلبس الاطفال السلسلة الهدية وبتتفاجأ لما بتلاقي حسنة فرقبتهم ودي تبقى نفس الحسنة اللي كانت في اطفالها فوقتها جيان بتسأل لوي عن الاطفال فبيقول لها ان امهم منفصل عني ومسفرة برا وبعدها جيان بتقول لنفسها انسي بقى خلاص اطفالك ماتوا من خمس سنين والاطفال دول امهم عيشة وبتحاول تهدي نفسها شوية واخر اليوم بتروح جيان وبتشتري شقة جديدة تكفي اربع اشخاص علشان خلاص قرارت تتجاوز لوي وتعيش مع الاطفال وبنعرف ان لوي مخبي عليها انه غني وكلما الاطفال يتكلموا ويقولوا ان الشقة دي اصغر من الطايلت بتاعنا بيلاقوا باباهم بيسكتهم وبيقول لها ده علشان بس بيتفرجوا على مسلسلات كتير ولكن احنا فقرة زيك بالزبط ولما بتدخل البيت بتلاقيها فيلة كبيرة جدا فبيحاول لوي يفهمها ان سعرها بسيط جدا وصاحب الشغل عامله تخفيض علشان معاه اطفال صغيرة وهي زي العبيطة بتصدق عادي جدا وبتكون جيان فرحانة بالبيت جدا وبتقول لهم لازم اول اكلة اعملها بايدي وفعلا بتدخل المطبخ وبتعمل اكل وكلهم بيسعدوها والاطفال بيكونوا مبسوطين جدا وحاسين انها امهم وبعدها الاكل بيجهز وبيكون لوي منبهر من جمال الاكل وكمان بيعرف انها بتقدر تعمل حاجات كتيرة غير الاكل وبتحكيلوا ان امها ماتت واضطردت من بيت اهلها فبتلاقي الاطفال بيقولولها يا ماما حكايتك دي شبه سندريلا اكيد طبعا جوزك لازم يكون امير وطبعا كلنا عارفين مين الامير الحقيقي وتاني يوم بتروح جيان للشغل وبتلاقي المدير دخل عليها وبيحاول يرخم عليها بس جيان بتقوله انها خلاص اتجوزت فعلا بس المدير برضو بيقرب منها وبيحاول يعتدي عليها ووقتها بيدخل لوي علشان ينقذها وبيضرب مدير المحل وبيلاقي مدير المحل بيقوله انا هخليكوا تموتوا من الجوع يا شوية فقرة وبعد شوية مدير المحل بيجي له مكالمة من الادارة انه اضطرد من الشغل وبعدها بيرجع لوي وبياخد جيان بالحضن وبيقعد معها ولما بتسأله انت عرفت ازاي ان انا هنا بيحاول يخبي عليها وبيقول لها انا بقرأ الطروت وبعرف هيحصل لك ايه فهي بتقتنع زي كل مرة وكمان بيحول لها المبلغ اللي كانت عايزاي من المدير وبتكون فرحانة جدا وتاني يوم بتروح جيان وبتقعد مع صاحبتها وبتحكي لها انها تجوزت ومستقرة كمان مع الشخص الجديد اللي تجوزته بس كل واحد فيهم بينام في غرفة منفصلة وهو ده شرطهم الوحيد وبتلاقي صاحبتها بتفكرها باللي حصل معاها من خمس سنين بس جيان بتدافع عن نفسها وبتقول لها انا كنت سكرانة ومش فاكرة اللي حصل اصلا واخر اليوم بترجع جيان للبيت وبعد لما الاطفال بيناموا بتقابل لوي في الصالة وبيكون الاطفال بيرقبوهم ومتديقين ان باباهم علاقة ومحدودة جدا بجيان لانهم حاسين انها تبقى امهم فعلا فبيقرروا يخرجوا ويعملوا نفسهم خايفين وبيطلبوا من جيان ولوي يناموا معاهم وتاني يوم الصبح بتصحى جيان وبتلاقي نفسها نايمة جنب لوي وبيكون الاطفال اللي عملوا كده علشان يقربوهم من بعض ولما لوي بيلاحظ ان المرتبة نشفة بيقرر يشتري احسن مرتبة في البلد علشان جيان تنم مرتاحة ولما المرتبة بتوصل بيقول لها انا لقيت واحد بيتبرع بيها فقلت اجيبهالك وهي طبعا بتصدق زي العبيطة وبعد شوية بتلاحظ ان لوي لابس ساعة ماركة غالية جدا فبتمسكها علشان تتأكد فوقتها لوي بيقول لها بزمتك يعني هو انا هلبس حاجة غالية زي كده هجيب منين اساسا دي حبيبتي كوبي طبعا وبيعرفها وبيقول لها ان دي بسعر بسيط جدا وبيلاقيها بتقول له طيب تمام عيد ميلاد صاحبتي بقى كمان يومين هتلي واحدة طالما هي رخيصة وشكلها شيك كده فوقتها لوي بيكونها يقع من طوله وتاني يوم بتروح جيان للشغل وبتلاقي بنت عمها بتشتري شوز ولما بتشوفها بتقول لها ايه ده وانتي لسه عايشة وكمان شغالة في محلة احزية وبتفضل تتنمر عليها في نفس الوقت ده بيكونوا الاطفال شايفين امهم بتتهان من بنت عمها وبيتصلوا على باباهم وبتكون جيان اتصرفت ودبستها فاحزية عالية جدا علشان لو رفضت تشتريهم هيكون شكلها وحش جدا بس وهي خرجة بتسمع الطفلة بتقول لجيان يا ماما فبترجع وبتضرب الطفلة فوقتها جيان مش بتسكت وبتمسك بنت عمها وبتديها عالق محترمة وبعد كده بيوصل لوي وبيلاقي بنت عمها هي اللي مضروبة اما اطفاله وجيان فبيكونوا بيرقوسوا علشان ضربوها بعد ما اتنمرت عليهم وبيكون مبسوط بيها ومتطمن على اولاده واخر اليوم بترجع جيان للبيت وبيتكون بترسم تصميم احزية ولما لوي بيشوفها بيقولها هو انت ليه مش بتشتغل في التصميم فبترد عليه وبتقوله ومين هيساعدني انت يضب موظف ومش معك فلوس وانا بيع في محل فوقتها لوي بيفكر وبيقولها ايه رأيك تشتغلي مساعد مصمم في شركة واحد صاحب يشغل فيها فبتوافق جيان على طول وبعد شوية بتلاقي صاحبتها بتقولها على وظيف تويتر في فندق كبير جدا وتاني يوم بتروح جيان للشغل وبتدخل لقاعة الاجتماعات وبتلاقي لوي قاعد ولما بيشوفها بيتخض وبيضلق المي على نفسه علشان مش معرفها انه غني وبعدها بيخرج لوي وبيلاقيها بتقوله هو انت تجننت انت ازاي تقعد مع مدير الفندق وتشرب معاه الناس برضو ما امات وانت يدوب موظف صغير فبيقول لها هم اللي اكبروني اشرب وبيحاول كده يقلف اي حوار وبعدها جيان بتاخده من ايده وبتقول لهم محدش يكبر جوزي على الشرب لمجرد انه موظف وبتشرب هي مكانه وبيكون العملاء مستغربين منها ومش فاهمين اي حاجة واخر اليوم بتكون جيان سكرانة جدا وبيحاول لوي يرجعها للبيت لانه بتعمل تصرفات غريبة جدا ده كمان بتبوس لوي غاصب عنه وبعد شوية بتنام على الرصيف وبيعدي كلب وبيبوسها وتاني يوم بتصحى جيان وبتلاقي لوي بيصحيها وبيعمل لها فطار وبتكون مش فاكرة اي حاجة ولما بتسأله هو انت بتحضر لي فطار ليه بيرد عليها وبيقول لها هو انت مش فاكرة حصل مبارح فبتسكت دقيقة كده وبعدها بتقول له افتكرت اه في كلب بس نبارح فوقتها لوي يعيني بيتصدم علشان هو كمان بسها وما شافش الكلب وبتعرف جيان انها تقابلت في الوظيفة وبتروح هي ولوي علشان يوصلها وقدام الباب بتلاقي عربية احدث موديل وقفة قدامهم وبتقول للوي انا جاهز يا ريس فوقتها لوي بيقول له ريس اي عم هو انت نسيت ان انا سواها العربية دي ولا ايه وبيحاول يخبي انه اغنى شاب في البلد وبيركب العربية وبيسوق وبيخلي السواق يقعد ورا كأنهم زمايل وبتوصل جيان للشركة وبيكون اول يوم ليها وهناك بتلاقي بنت عمها بتتنمر عليها لما بتشوفها وبتقول لها ده انت بقيت بتشتغل في نفس شركتي وبعدها بيعرفوا ان في عميل كبير ووصل للشركة فبيعملوا اجتماع للموظفين وبيتكون جيان معهم وبتلاقي العميل مش عاجبه التصميم وبيتفاجئوا بجيان وهي بتقول له انا معايا بديل وبتقوم وبتقدم نفسها لا اول مرة وكمان بتقدم التصميم بتاعها وبيكون العميل معجب جدا بتصميمها وبيشكرها فوقتها بنت عمها بتكون متغازة جدا وبتحاول تقول له انها مش مكملة تعلمها وسرق التصميم ولكنه مش بيهتم بكل الكلام ده وبيطلب من جيان تعزمه على ويسكي في البيت وبعدها جيان بتتصل على لوي وبتعرفوا ان العميل هيصهر في بيتهم وبتلاقي مسافر والاطفال بيقرروا يساعدوا مامتهم ويطلبوا ويسكي كتير في البيت قبل ما والدتهم تيجي ومعاها العميل وبعد شوية بتوصل جيان ومعاها العميل وكمان بنت عمال متنمرة وباقي الموظفين وبتلاقي الاطفال محضرين المشروبات وكمان غيروا الدكور الشقة علشان يشرفوا مامتهم ولما جيان بتسأل ابنها هو انت جبت الفلوس منين بيرد عليها وبيقول لها احنا كسبنا جايزة وصرفنا فلوسها واشترينا حاجات ومش بيقول لها برضو انهم اغنية واخر اليوم بتحاول بنت عمها تنتقم منها وبتحط السم في الطرطة علشان العميل يجي له تسمم بس للأسف الاطفال اللي بيأكلوها وبيغم عليهم فوقتها جيان بتجري بيهم على المستشفى علشان تنقذهم وبتوصل جيان للمستشفى وبتطمن على الاطفال وبيتنام جنبهم وبعد كده بيوصل لوي وبيلاقي الطبيب بيطمنه وبيقوله ان جيان نايمة جنبهم وبينصحوا الدكتور زميله انه يعترف لجيان انه غني وكفى اختبارات بقى بعد لما عارف انها بتحب ولاده ومش طمعنا فيه وبعدها بيدخل لوي للغرفة وبيلاقي جيان نايمة وبيطمنها ان الولاد بخير وهنا بيحاول يعترف لها انه شخص غني وبيطلع في المجلات بس بيلاقيها يعيني بتقوله انت مجرم يعني مثلا ولا ايه وكل ما يجي يعترف لها بيحصل حاجة وبيخرج لوي وبيقعد مع صاحبه الطبيب وبيفكر معاه في طريقة يعترف بيها لجيان انه اغنى شاب في الصين ولكن بطريقة غير مباشرة خصوصا انها اصلا مش متقبلة كلامه ويتاني يوم بتروح جيان للشركة وبتلاقي بنت عمها دخلة بترخم عليها وبتطلب منها تنفذ لوحة لرجل اعمال كبير وبتلاقيها بتقول لها اسم جزها لوي بس جيان بتكون مش مركزة وهنا بتكون جيان راجع من الشغل وبتخبط في راجل وبتقرب منه وبتعرف انه بيمثل وكمان بيطلب منها فلوس تعويض علشان تحولها له ولكن هي بتتصرف وبتمشي وبترجع جيان وبتركب العربية علشان تسلم رجل الاعمال اللوحة وبتكون بنت عمها قطعت اللوحة علشان تنتقم منها وتسيب الشغل وبعدها جيان بتبعت رسالة صوتية وبتقول للوي انها وهي رايحة شغلة كانت هتعمل حدثة بس وقتها بيكون قاعد مع اهله وبنته بتفتح الرسالة قدامهم وساعتها اهله بيسمعوها وبيعرفوا انه متجوز من وراهم وبتوصل جيان لبيت العميل اللي هتسلمه اللوحة وبتتفاجأ ان لوي هو اللي بيفتح لها الباب وبتكون مصدومة جدا وبتقول له ايه اللي جابك هنا وبتقول انها جاي هنا علشان العميل وكمان بتلاقي الاطفال فبيضطر يستمر في الكتب وبيقول لها انه سواء رجل الاعمال وده علشان اهله مستخبين جوا الشقة وبعد شوية بيطلع والده والدته وهم لابسين لبس خدمين وبيكملوا تمثيل مع ابنهم وبعد شوية لوي بيقعد مع اهله وبيلاقي والده بيغلط وبيقول انهم اصحاب شركات بس لوي بيصلح الموقف وبيقول لها معلش بقى اصل والدي عنده زهايمر وبيقول كلام مش بيحصل كده وامه بقى بتعملها كويس جدا وبعد شوية الشغلة بتوصل وبتقول لهم ايه ده هو انتوا لابسين كده ليه وبيحاول لوي يقول لها سكوتي مش عالتنا عندها حفلة تنكرية النهاردة وكله لابس لبس شغالين وبنشوف جيان بتقرر تفتح اللوحة وبتلاقيها متقطعة وكمان بتلاقي بنت عما بتخبط وبتسألها هو فين رجل الاعمال وبتطلب منها كمان تفتح اللوحة ولما بتلاقيها مقطوعة بتفضل تهزأ فيها رغم اصلا ان هي اللي قطعتها علشان تطردها من الشغل وبتفضل تهين اهل لوي علشان لابسين لبس بسيط وبين انهم فقراء وبعد شوية بيطلب لوي من والدته ترسم لوحة غيرها علشان هي بتعرف ترسم كويس وبيوريها لبنت عم جيان وبيعدي الموضوع وتاني يوم بتروح جيان وبتقابل بنت عمها وبتضربها بالقلم وبتعرفها انها شافت الفيديو لما قطعت اللوحة وهنا بتلاقي بنت عمها بتكلمها بكل شر وبتقول لها انا بقى اللي حرمتك من اطفالك يوم لما ولدتيهم وكمان خد التيلة بقى على فكرة ولادك لسا عايشين وانا اللي خطفتهم منك من المستشفى ومش هقولك بقى كمان على مكانهم وبتسيبها وبتمشي وبترجع بنت عمها للبيت وبتلاقي والدها سكران وبيقول انه هيقابل اكبر رجل اعمال وهيكون معي عائلته كلها وبيقول لبنته لازم تلبسي وتبيق اشيك واحدة علشان تعجبيه والتاني يوم بتروح لينا مع اهلها لبيت لوي واول لما بيدخله ولينا بتشوف لوي قاعد بتهزقه حتة خدام زيك قاعد هنا ليه وبتقول لأهلها ده مجرد سواء بيخدم صاحب الفيلة وبعد شوية لينا بتعرف ان لوي يبقى صاحب الشركات والفيلة وبتكون مصدومة لانها مفكران مجرد سواء علشان كده كانت بتهينه وبتلاقي لوي بيحاول يعقبها وبتروح لينا وبتطلب من البنت اللي خطفت الاطفال تعترف معها ولكنها بترفض وبنعرف ان البنت دي اسمع شاية وتبقى طاليقة لوي وهنا جيان بتسأل عن الممرضة وبتعرف انها استقالت من المستشفى من خمس سنين فاته وبنشوف جيان بتروح وبتقابل الممرضة وبتعرف منها انها تقدر تراجع ملفات المستشفى واسام الموليد وبعدها بتروح جيان للمستشفى وبتسأل الدكتور وبتعرف ان ارشيف المستشفى اتحرق بقى ليومين للأسف وكل الاوراق اتحرقت وملهاش اي اثر وبنعرف ان الدكتور هو كمان مرتاشي وما عندوش ضمير وان حريق الارشيف ده مجرد كتبة وبنشوف جيان في البيت وبتكون متوترة وقلقانة جدا ولما ابنها بيلاحظ بيتصل على والده وبيقول له تجيب ورد معاك وانت راجع للبيت علشان ماما متضايقة شوية والاطفال بيحاولوا يخلوها تفك شوية وبيتصوروا مع بعض وبيرجع لويل للبيت وبيلاقي جيان بتعيط فبيقدم لها بوكه الورد وبيحاول يخليها تبقى ممسوطة ولسه كان بيقول لها انا عايز اعترف لك بحاجة ولكن بتدخل بنتهم وبتطلب من جيان تلعب معها وتاني يوم بيروح لويل للشركة وبيلاقي فيه بنت منافسة للتصميم جيان وبتكون البنت دي هي الشيطة طلقته وبتكون جيان في الشركة وبتلاقي شيطة رايحة عليها وبتقول لها انا قررت انك تعملي لتصميم علشان متابعك من زمان وبتطلب من جيان انهم يتقابلوا في بيتها على العشاء وبترجع جيان للبيت وبتزبط الصفرة مع اطفالها وجوزها وكل ما لوي يحاول يعترف لها بتقطع بالكلام وبيبوز الموضوع وبعد شوية بتوصل شيطة للبيت بتاع جيان علشان المقابلة اللي اتفقوا عليها ولما بتدخل بتقابل لوي فوقتها لوي بيتصدم لما بيشوفها وبتعترف قدام جيان انها طليقة لوي وبتكذب عليها وبتقول لها انها ام الاطفال اللي سرقتهم وبعدها بتروح شيطة طليقة لوي وبتكلمه وبتقوله ان جيان سرقت منها التصميم من خمس سنين وبتحاول كمان تتبلع عليها بس بتلاقي لوي بيهددها وبيقول لها تبعد عنه وعن الاطفال وما فيش ام اصلا بتسيب اطفالها وبتسافر برا وبيرجع لوي للبيت وبيحاول يصالح جيان وبيقول لها اعتبريها ما رجعتش وبعدها بيكون لوي صهران شغال وبيلاقي ولاده داخلين وبيقولوله ماينفعش الراجل مايشجعش زوجته ولا يدعمها وبتروح جيان للشركة وبتكون مش مركزة خالص وبتطلب من مديرها اجازة وبتاخد شنطتها وبتخرج علشان تروح للاطفال في الحضانة بتاعتهم ولما بتوصل بتلاقي الاطفال قاعدين ومعاهم والدهم لوي وكمان امهم المزايفة شيع ولما جيان بتشوفهم من بعيد بتتدايق وبتحس ان ملهاش مكان وبتلاقي شيء بتوقفها وبتقول لها انسي انك تاخدي مني عيلتي واطفالي لان انا خلاص قررت ارجع اعيش في بيتي واربي الاطفال وبتحاول تدايق جيان وقتها شيء بتقول لها طب اقول لكي خلينا نشوف الاطفال هيختاروني انا ولا هيختار يعيش معاك انتي يا غريب عنهم وتاني يوم بتروح جيان للشغل وبتقرر تدخل مكتب شيعة وبتقول لها انا قررت ااخد الولاد يتفسحوا معايا يوم السبت فبتلاقي شيء بترد بكل برود وبتقول لها يا على الصدفة انا بقى قررت قبلك وهيتفسحوا معايا انا على الياخ وهعزمهم كمان على اكلات فرنسية واكيد هيختاروني ومش هيحبوا يعيشوا مع واحدة فقيرة زيك فوقتها جيان بتقول لها وفاري على نفسك التكاليف دي كلها وبتسيب المكتب وبتمشي واخر اليوم بتروح جيان وبتقعد مع صاحبتها وبتاخد رأيها وبتقول لها لو حد عرض عليك تتفسحي على ياخت في البحر وجو فرنسي ولا تروحي مع شخص تاني تتفرجه على حد سمك فوقتها بتلاقي صاحبتها بس اطلاقه بقارف كده وقالت لها طبعا هختار الياخت يعني مش محتاجة كلام وبيكون لويف الشغل ومتوتر جدا وبيلاقيش هي داخل عليه المكتب وبتحاول تكلمه فبتلاقيه بيقول لها مفيش كلام بيننا احنا اصلا مجرد زوجين على الورق وانتي مش بتحبي اطفالك ولا كأنهم من دمك فبيلاقيش هي تعصبت وبتقول له ازاي مش ولادي وانا اللي حملت فيهم تسعة شهر وما كنتش كمان بنام من كتر التعب وبتقعد تتمسكن عليه وهي اصلا كدابة ده كمان بتفضل تعيت وتمثل وبعدين بتقول له عيد ميلاد الاطفال الاسبوع ده ولازم احضر عيد ميلادهم وبتترجاء انها تكون معاهم وبيرجع لويل البيت وبيلاقي جيان سهرانة فبيجري عليها وهو قلقان وبيقول لها خضتيني وليه بقى عملالي بلوك على الويب شاعت فبتحاول تفاهمه انها عملت كده علشان ما تقلقوش بس وبتسأله لو فاضي يوم السبت علشان يخرجوا مع بعض ولكن بيفتكر ان شاية طلبت منه يخرجوا ويتمسكنت انها تشوف ولادها فبيضطر يقول لها انه للاسف مش فاضي يوم السبت واخر اليوم بيكون لوي بيحكي حدوتها للولاد قبل النوم فبيلاقي بنته بتقول له انا حس يا بابا ان مامتي مش مبسوطة هو انت مزعلها في حاجة وليه ويتاني يوم بيصحى لوي وبياخد الاولاد علشان يفسحهم في نفس الوقت ده بتخرج جيان وبتوقف تاكسي وبتخلي السواء يمشي ورا العربية وبترائب كمان كل تحركاتهم فبيتلاقي لوي وقف بالعربية وبيقابل شاية فوقتها جيان بتعمل مكلمة وبتقرر تعمل مقلب في لوي وبتروح وبتقابل شخص غريب وبتعمل انهم مرتبطين مع بعض ولما لوي بيروح يركب الاسنسير بيلاقيها مع الشاب ده ده كمان بتعمل نفسها سكرانة علشان يغير عليها وبياخدها وبيرجعوا للبيت وبيعرفوا انها بتمثل ومش سكرانة ولا حاجة ولما بتصحى بتفضل تعيت وبتقوله انا كنت حاسة بالاهرة بصراحة وانا شايفك مع واحدة تانية ورفضت كمان تخرج معايا وبعد شوية الاطفال وباباهم بيفجؤوا جيان باكلة سمك وبتعرف انهم كانوا رايحين البحر علشان يجيبوا سمك وقابلوا هناك شيء بالصدفة ولما عرضت على الاطفال يعيشوا معاها رفضوا سابوها ومشيوا وده لانهم مش بيحبوها وبتتصدم جيان لما بتلاقي الاطفال بيحكولها انه امهم شيء عمرها محضنتهم ودايما بتعملهم وحش جدا لما بيكون والدهم مش موجود واخر اليوم بتلاقي لوي جايب لها سلسلة هدية وبتكون مبسوطة انه بيهتم بيها ولما بيغازل فيها بتكون مكسوفة وبتحاول تبادوا عنها وبتقوله انا مش بحب حد يخدعني وده علشان سابها ومشي مع اولاده ووقتها لوي بيقول لنفسه امه لو تعرف ان انا بكتب عليها وبقولها اني فقير هتعمل ايه وتاني يوم بيروح لوي للشركة وبيقول لصاحبه انا لازم اعترف لجيان بكل حاجة علشان انا ما ينفعش اخسرها وكمان بيكون خايف لانها هددته لو كذب عليها هتنفاصل عنه وبيقرر يتصل عليها علشان يتقابله في فندق ويعترف لها هناك على كل حاجة وقبل ما جيان تخرج علشان تروح تقابل لوي بتلاقي شيء راح يطلها للبيت وبتوريها كمان ثمن العقد اللي هي لابسها بالمليارات ده كمان بتقول لها ان لوي كذب جدا والشخص غني جدا ومخبي عليها ووقتها بيكون لوي مستني جيان في الفندق وبيتدرب على اللي هيقوله وهو بيعترف لها بالحقيقة وبالفعل بتوصل جيان واول لما بتقعد بيتفاجئ ان هي اللي بتبدأ بالكلام وبتقول له على حقيقته وبتلومه كمان انه ليه كذب عليها طول الفترة دي ده حتى كمان اهله شاركوا الكذبة والاطفال وبيتكون حزينة جدا ومصدومة للغاية وبعدها بتقوله انت عملت كل ده علشان خايف ان انا اطمع فيك انت وعلتك وبعد لما بتخلص كلامها بتقوله وجاهز نفسك علشان هنتطلق بكرة وبعد كده بتمشي وبتسيبه ووقتها لوي بيكون حزين جدا وبيفتكر كل لحظاته الجميلة مع جيان وبيكون مصدوم ان كل ده هينتهي واخر اليوم بتروح جيان وبتحكي لصحبتها وبيفضلوا يشربوا ويذكروا فبيتلاقي لوي بيوقفها وبيقول لها اطلاق على فكرة مش حل واحنا لازم نتفاهم وبعدها بيدخلوا الاطفال وبيتحيلوا عليها تفضل معهم وبيقولوا لها عادي يا مامي اتطلقي منه ويعيشي معنا احنا كده كده الدنيا مليانة ابهات فوقتها لوي بيتصدم من رد اطفاله وبنشوف جيان الاطفال بيصعبوا عليها فبتقول لهم خلاص انا هفضل معكم وكمان بيتصدم لوي تاني لما بيلاقي ولاده بيقولوله خد انت الشنطة ويمشي وهي اللي هتقعد معنا وتاني يوم بتروح جيان للشركة وبتلاقي زميلها بيتنمروا عليها علشان هي معها سنوية عم بس وبعد شوية بتوصل شيء وبتقول لي جيان ايه ده هو انت جيت الشركة وانت هتتطلق النهاردة فبترد عليها جيان وبتقول لها انا لما قرر اتطلق هاسب لك الحاجة اللي ما تلزمنيش ولما نتطلق بقى هاسبه لك وبعدها جيان بتروح معرض لتصميم الاحزية وبتعرض تصميمها للمزاد قصاد شخص تاني منافس وبعد شوية بيوصل اكبر رجل اعمال في البلد اللي هو جزها لوي والكل بيكون متفاجئ جدا وبيبدأ المزاد وبيارد لوي اعلى سعر لتصميم جيان ولما بتكسب بيقوم وبيشكرها وبيعتذر لها قدام الكل وبيقول ان تصميمها كان مسروق منها اما الشياف بتكون اعدا متغازة واخر اليوم بتكون جيان ماشية وبيجري وراها لوي وبيعتذر لها وبيطلب منها تسمحه على كل الكتب اللي فات ولكن هي بترفض تسمحه ووقتها بيوصل صديقها وبينادي عليها علشان يتعشوا سوا ولوي بيكون متغاز جدا ووقتها جيان بتعمل نفسها وقعت علشان صديقها يشيلها ولكن لوي بيسبقه وبيشيلها قبله ولما بيلاقي عندها كدمات بيخرج علشان يجيب لها تلجة من برة ولما بيرجع بيلاقيها خلاص نامت على الكنبة فبيغطيها وبيفضل جنبها وبيعتذر لها وبيمسك ايديها وبيتفاجأ انها لسه صحية وسمعها وبتكون رومانسية معها جدا لاول مرة وتاني يوم بتلاقي والد لوي ووالدته جايين يعتذروا لها على مشاركتهم في الكتب ده كمان بيكتبوا لها شيء كتعويض عن اللي حصل وبتلاقي والدت لوي بتقول لها انا هديتي ليكم هعمل لكم حفل زفاف ما حصلش قبل كده وبنشوف من ناحية تانية بنت عم جيان جالها شلل ولما بتشوف خبر جواز لوي وجيان بيجالها انهيار عصبي وهنا يوم حفل زفافهم بيكون ابنهم عنده نزيف في الانف وبيقول لاخته بلاش تقولي علشان ماما تفرح بيوم زفافها ولكن بعد شوية الولد بيغم عليه فبيجروا بيه على المستشفى وهناك بتتشخص حالته سرطان في الدم وبتكون صدمة كبيرة ليهم والطبيب بيطلب منهم نخاع شوكي ولكن مش بيلاقوا اي حد فاصلته مطبقة لي وهنا بتوصل شيا وبتطلب من لوي انها تتجوزه وتساعد الطفل في نفس الوقت ده بتكون جيان سهرانة جنب الطفل وبتحكيله حدوتا لحد ما بينام وبعدها بتعرف من الدكتور ان الطفل حالته خطيرة ولازم يتصرفه في الفصيلة وبترجع جيان للبيت علشان تيجيب هدوم وهناك بتلاقي اهلها اللي طردوها موجودين في البيت وبيطلبوا منها فلوس كتيرة علشان هي تجوزت شاب غني وبنتهم بقت مشلولة وتاني يوم بيعملوا للطفل عيد ميلاد بعد لما صحته بقت كويسة وبتخرج جيان علشان تيجيب الهدية من العربية ولكن بتلاقي مرات عمها واقفة قدام البيت ده كمان بتهددها بشريت فيديو ليها مع الشخص اللي كانت سكرانة معايا يوم الفندق من خمس سنين وما تعرفش هو مين وبتقول لها انها تفضحها قدام جوزها علشان يطلقها ولما بتدخل علشان تفضحها قدام لوي بتتفاجأ ان لوي بيطرد مرات عمها وبيقول لها انا ما يهمنيش الماضي بتاعها المهم دلوقتي ان انا بحبها بس بعد كده بيكتشف لوي ان البنت اللي قبلها من خمس سنين فاتوا وهو سكران كانت جيان وكمان بيعرف ان الاطفال يبقوا اولادها وبيجيب لها كمان تحليل واسبات انها ام الاطفال ده كمان ابنهم بيخفوا بيرجع كويس زي الاول ده كمان بيعملوا حفل زفاف جديد وهم معاهم اولادهم وبيقرروا يعيشوا سوى في تبات ونبات وكده خلص مسلسلنا النهاردة اشوفكم بقى في فيديوهات جديدة سلام